بأمال تعجيل الانتقال السلمي للسلطة إلى المدنيين يتجه قرابة تسعة ملايين ناخب في مالي إلى صندوق الاقتراع الأحد للتصويت على تعديلات دستورية يعول عليها في التمهيد لاستعادة العمل بالدستور في البلاد بعدما أجل الاستفتاء في التاسع عشر مارس الماضي سيفصل الناخبون الماليون الأحد في مصير مشروع تعديل دستور ألف وتسعمائة واثنين وتسعين في اقتراع وفرت السلطات الانتقالية كل الوسائل لإنجاحه سيجرى الاستفتاء الدستوري والذي سيمثل المرحلة الأولى من العملية التي ينبغي أن تؤدي لاستعادة النظام الدستوري في مالي وفرت السلطات إمكانيات كبيرة لإجراء الاستفتاء بما في ذلك موارد القوات الجوية المالية والتي استخدمت لنقل التجهيزات الانتخابية على وجه الخصوص قبل ثمانية أشهر من موعد الرئاسيات المالية المقرر إجراؤها شهر ففريل مقبل تضمن مشروع التعديل الدستوري حصر العهدة الرئاسية في خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وتعزيز صلاحيات الرئيس على حساب رئيس الوزراء يحدد الرئيس سياسة الأمة الحكومة مسؤولة أمام الرئيس الذي يعين رئيس الوزراء والوزراء وينهي مهامهم يمنح الدستور حق اقتراح القوانين للرئيس ضمن اختصاصاته على مدار أسبوعين من عمر الحملة الانتخابية التي اختتمت الجمعة كانت العديد من بنود مشروع الدستور الجديد في مالي محل تجاذبات سياسية خاصة تلك المتعلقة بالهوية ونظام الحكم ينص مشروع الدستور على وحدة الدولة المالية وطابعها العلماني اللغات التقليدية المتعددة المستخدمة في مالي رسمية انشاء مجلس لشيوخ بالإضافة إلى الجمعية الوطنية الحالية عبور مالي امتحان الاستفتاء الدستوري سيشكل برأي مراقبين حافزا مهما لاجتياز المرحلة الانتقالية من خلال تجديد المؤسسات الرسمية المنتخبة تمهيدا لعودة الحكم المدني الخالص في البلاد